أنا دعم اللي ما يسألوني يقولوا سمعنا أقول لهم أنتوا شيء يأجبكم تحير بي أنا هوايا شفت يحبون يسمعون منك هوايا أطوار يعني المحمد ذاوي الصبي كلها يحبوها منك أنا يعني من فضل الله مدافع هذه الفترة صاري فترة هوايا حتى الأستاذ نصير شما ذا كلام أنا وجلها تحيل الأستاذ الفنان اللامع قلت لأستاذ نصير أنا أحب ندحس نفسي بس أنا دحشة على الموسيقى العراقية والألوان الموسيقى العراقية لأن كنت بلقاقة بالفترة ولقاءت منتج وقلت الموسيقى العراقي يتفوق على الموسيقى العربي فعندي بعض الزملاء اللي عايشين وأنا نلتقي معاهم في المهرجانة العربي يعني تدني نروحوا الأستاذ كانوا في السعودية ويجون باقي الفرق ومصريين أصدقائنا محمود سرور أيضا صديقي فلما أقول أنا أتفوق يجوز يزعل بس أنا خليزعل أنا أقول الحقيقة أنت قصدك أنه يعرف أطوار العراقية والعربية نعم يمزج بين الأثنين أنا عندي تاريخ يمتد إلى 7000 سنة الموسيقى السومر أكد الوصول إلى بابل الآن الموصل بيها لون الرمادي بيها لون كاركوك بيها لون الكراد بيهم لون السليمانية بيها الأكل لون بغداد بيها المقام وبيها المربعات وبيها الملايات وبيها الموالد الموالد أيضا فن من الفنون الموسيقية المربعات اللي هي بس إيقاعات هو أنا سامع أنه إحنا بالعراق أول آلة وترية هي طلعت من العراق القيثارة القيثارة عفوا نعم ورغم أنه هاي الآلة تعتبر أجنبية أجنبية لكن أنتو أحنا عدنا الربابة عدنا الربابة وهم على ذكر الربابة أول واحد سمعني الربابة وخلاني أسبع 20 نور معنى الربابة والدي الله يرحمه كان يحب مل لظيف الجبوري طبعا أنا كنت ما فهم شي يقول مل لظيف لأن كلام حجته بدوية صعبة زين فكان هو يفهم ويشرح لي بس أنا ما أستوعب طبعا بس أسمع الآن أعزف لك شوي من اللون الغربية كملت لك لون بغداد بي المقام بي المربعات وبالفرق الشعبية يعني حتى الملايات اللي كانوا يغنون على زين هم لهم نوع من الفنون صح ولا لا طبعا اللي يقنون بالموالد بعيد عنك بالعزاء هؤلاء ذي أدون فن حتى اللي يضربون دفهم دي أدون فن زين تجي الفرات الأوسط تسمع تسمع اللون الشطراوي والغافلي والمحمداوي تروح للعمارة تروح للناصرية إلى أن توصل للبصرة الخشابة النهامة يعني أحنا بلدنا غيني جدا صحيح فأنا أقول خليه ندفع هذا اللون ما ننشوف العالم به زين فأنا بكل لقاء أدعتش هذا الموضوع بعد ما ذي الوزارة اللي هنا حابين يخدمون نفسهم بهذا الشي ما حابين